اشتركوا في القناة 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 والرؤية بقت بطل خد بالك النهاردة الاغنية اللي ما تتصورش والله لو انت اللي عملها بتوفد مش هتنجح يبقى لازم صورة ليه لان لغة العين طغط على بس انت قلت على عمر جاب في الاخر مطرب شعبي عارف يعني ايه شعبي كويس اللي انت قصرت ده يعني ايه مطرب شعبي ما هي الشعبية عالميا ايه هي الانتشار على مستوى العالم لا الشعبية انك بتسويه بعدوية لا وشعب الله لا وقلتوا الكلام ده موجود قلتوا هناك شعبية محلية هي تعتمد على الكلمة واللحب والصوت والاسلوب طب انت بتقول لازم اجار الزمن ما الشباب دول هم ابناء هذا الزمن ازلتوا الحين لحموا بيك حيلو العب في الزمن ولا فيهم لا هم تعبير عن الزمن اللي هم فيه تعبير عن الزمن اه يبقى عليه العوض انت عندك اغنية النهاردة غير اللفظية طب هو هيتحاكم ليه او مون عليه ايه اللي تقال في الكلام مش هتقوله ولا نقدر اقوله لان احنا الاتنين لو قلناه نتحاكم ولا سقدر حضرك تقوله على مسؤوليتك بينفع كلام اللي تقال في الاغنية دي تقبله يا عمر يا عمر لا طبعا احنا غلطنا غلطة صغيرة و احنا اعتذرنا عنها طبعا وغيرتوها وغيرناها طبعا طبعا ما النتيجة جابت اي طبعا الله بقى مش عايز اقفل على الاجابة اه لما غيرتوها اللي زعل الناس مين اللي زعل الناس مين اللي غيرتوه ولا الاصل اللي طالع على الهوى للناس اه ما تقررش طب نسمع واسبت دي نفورتها ما تخافش اللي شغير معا لا مش ببرو لا حاجة الكلمة على فكرة ما زعلتش الناس في الاول اللي غنبها نكحت بالكلام ده وكده بس ممكن عشان اينا غنبها نكحت قوي جابة مينة وعشرين مليون وطلعنا قلناها في استاد وعلى ملايين فممكن ادبنا وتقاليدنا ما كانش يصح يتتقال في استاد وعلى الملأ ده واحنا كان حصل غلط واحنا قلناها على فكرة يعني اصلا ملناش مصلح احنا هتتقلع فكرة في الاستوديو يعني في الاستاد قدام ملايين اللي هتزاودنا ولا هتناقصنا طبعا الكلام ده واحنا اعتذرنا عنه طبعا ويحنا كنا مغيرينها بس اللي حصل اللي احنا قلناه طبعا عشان ده مش محل ده تنقاش يعني اللي هو الفلاشة اللي اتغيرته الكلام ده كله لكن طبعا بناتزل عنه طبعا ما نفعش نحن طبعا نرفي اغنية كده ده ده حقيقة وحنا تظهرنا عنها طبعا في كلمات انا قريتها بيسموها اغاني مهرجانات تمام بذيئة لازم تروح للأداب العام المبدئة بس سيد محمد انا انسان نقابي ومطرف في الاصل بس انا اتجهت مؤخرا لمهرجانات عشان بس نبقى متوفقين يعني انا مش في الاصل طالع مهرجانات طبعا انا في اغاني طبعا يعني 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 اللي مغنينا يتحكمه طبعا مش قويسة خالص اعاو الرجل بيقول لك ده ده واضح كده ان سيادتك هل انت قلت الاول ان الناس قالت وبنقوله لكن الوضع كذا مش هشاور عنه هو خلاص بقى بريق هاخد عقوبة القاتل لما بيقتد بيقفل القاضي يقول له انا ما كنتش اصقتله بيقوله براءة طب انت شايف انه هما وصلت لازم يكون فيه هو ضحية ولازم ياخد عقوبة بس عقوبة وتبقى مؤقتها ليه انت كملحن عملت اللحم ولو ان اللحم متاخد من الحتة تانية مش هتكلم مش دوق بيتنا طب ما كل الملحنين الله علي تبقى العضح لوت تبقى انا كده مبسوط ليه اظن قلت لك خارجي الاول اللي قلت داخل الاول ان حد كالاول ابنه بيربيه بيتجاوز زوجة بيخلب منها ولد او بنت بيربيه بيطلع خريج جامعة دلوقتي اللي بيربه الزوجة بتتجاوز عشرة فبيخلفوا ولد يبقى ابن من فيهم ده ما تبقى الزوجة بقى يبقى ما تبقاش لحنة بقى اللحنة بيحصل دلوقتي كده التلحين الجماعي التلحين انا بقولك من واقع ان انا اربعين سنة برقص الجل الاستماع وانا عاجل ورقصت بين القرار ثم طلع القرار بين الرئيس اللجنة مش هنا ازاعوا تلفزيون والدول العربية يا حالدك مش قابل التطوير ما بقى في دلوقتي ورش كتابة استنى انت شايفني جاي بلابس جلد خلص لا ده انت لابس اشق مني طب مش قابل التطوير ازي كان عندي مكتبة في البيت اتحدى مخلوق يكون عنده مكتبة موسيقية من كلاسيك لمودرن ليه 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 تعال انت قلت جملة في الكلام رأب يعني ايه مش جايد نعمل له امتحن وانا بمتحن ايه الله ده في طلع قالك يا احنا بنعمل رأب شعبي طيب وفي كل عصر فيه يعني فيه تغيرات بتحصل كده كده وانا من انسان من نوع انا ما بحطش ايده على خدي خالص لا وانت شاب يعني اه وبعدين انا انسان بشتغل كتير جوه مصر وبرا مصر فانا بشوف السكة رايحة فين ومش بامشي معايا بس بامشي معايا برضو بلوني وبشكلي انا برضو يعني لما دخلت الاونية لأصارت الجدل وفي مهرجان التاني عامل برضو مهرجان تلقى رابع العالم اسمه شمس المجر بس بتكلم فيه عن الناس الشمال واصحاب الكيف بالزبط ده الحاني انا كان وشوف بقى لما انا خدت بعد بنت الجانين ما قلتش فيه كلمة خارجة قلتش فيه مهرجان كلمة خارجة وبعدين لحنة حلو جدا بتقال بقول لأه اللي عنده جرحتش بهني تفضل جنبي طول عمري الفرحة بتكرهني وطيبه زنبي لو بتدور عملت جملة لحنة خفيفة جدا في المهرجان وجبت شاكوش وجبت بيكا برضو عملت لهم لفصلت لهم جملة على مقاسهم برضو وعملنا موضو حلو جدا وجابه حاجات كويسة حتى بنت الجيران انا مغني كبلهاتي كبلهات شيك جدا وكبلهات حلوة جدا بسكر محلي محتوت على كريمة كعبك محني والعود على الإيمة يعني برضو دخلت المهرجان بس برضو بشكل لي لان انا عايزة اخد المهرجان دي الدنيتي يعني انا وطبع لسه في بداية الطريق طبع طيب انا اتوقف لان عم حلمي استاذنا المكالسوم قالت عبدالوهاب قال هل فيك عشر الكوتشينة ليلونة خمر خد البزة واسكت الحانسة يدى رويش العمالة جيب لك من اللي تقال فحضنا دمك ورخ النموسية بكرة يجي عمك يديك العدية هات الازازة وقعد لعبني تأليف الشيخ يونس سيقاطي المزطازة والحلعة جيب اه انا حافظ كله ايه المهم والتحفاجية وكلام ده وصح الدحم بو كلام حجم ده كان قد ايه قدام جبال او اهرامات من القيمة صح الدحم بو قسرت الدنيا يا سيد ما اصلاح اقولك حاجة ايه انا مش عايز افتح مجالات لكل لا احنا جايين نسمى اهراجة لا على عربيت الرش انت عارف انا عربيت الرش يوم العيد بتطلع على الصورة الشوارع فالعيال السجارة تطلع يعرو رجلهم واركابوا على العربية عشان يستحموا فيها انا مش عايز اتفق معا ده قول وارا روح وفاهم انا بقول ايه خلاص انا تربيت على قيمة وحبيت الموسيقى ودخلت معا واتخرجت رغم ان امك بتقول لي مش هتروح في سكة العوالم اذا المجتمع كان بيسمى في توقيت هذا انت عتطلع السابع علمه انت ليه لان كان دي حالات تنظرية وليست حالات غالبة خلاص في وقت ما كان بيتقال ده انت بتسمع الجندول وكيلو بطرة وبفكر في اللي ناسيني ومكلسومي يؤمن على القاع بين الباني والعالمي وولي الهدى فالكائنات وده اروح لي مين يا في قيمة لسه في قيمة بتخليك تقارن مين اللي بيقارن صاحب الشأن الجمهور الجمهور عشان سامع القيمة فبصلها كده خلاص فكان الكم غالب لانه شايف ان لما يبص للخيمة فوق لما تبص للخيمة تحت فالجمه بمهور بصص لمين فوق دلوقتي نفيش نفيش ولكن فيه اللي ام كانوا بيسموهم بتاع السكان الكانبه ولا ما عرفش اللي ام غلبوا من الاولى فبطلوا يقولوا فسكتوا فطلع البيوت منها اطفال ضيعة ضيعة الزاج لما تلاقي طفلة بترقص على اغنية فيها لفظ خارج وعندها ست سنين او خمس سنين وعملها بترقص انا جايب ده كله بس مش جايب عشان اعرضه انا جايب عشان احمي نفسي من بعض من يسكنوا المجتمع لان انا بسميهم ساكيني مش هما المجتمع انت قولت الوسط الفني او الغنائي اتملأ حشرات طبعا وما زلت عند رأيي كنت تقصد مين لا هي مش مين وانا لو انا جيت على شام مين لا انا بقولك حالة مرضية استشرت في المجتمع بس انا عارفك جريء بتقعد بقول الاعور انت عور في عين الجرأة هنا الجرأة هنا لما بتكلم عن فلان فيه مطرب جابولي في برنامج فتاني يوم اجروا من خمستاشر بقى خمس وثلاتين مطربين تانيين جالوا فأجروا بقى خمسين قالك ايه قد طلع مع حلمه بكر وبهدله فألاقيت ان انت لما تنتقد بترفع اجر الحشرة ام بترفع اجر الحشرة هل الحشر ده سعر؟ بس عارف الراجل ده سمعه مية وعشرين مليون لا تسمح لي عندك تاريخ زي ده؟ ارد ارد قول طلع للورقة الرسمي اللي تقولك مية وعشرين مليون ده يوتيوب طب اقولك حاجة تانية لا بقول لا بلا يوتيوب يا حبيب حب الاستطلاع مش مشاهدة حب الاستطلاع انا بناسك الموبايل فشفت مع جميش الابت بقت مشاهدة انما المفروض المشاهدة تحسب على الوقت بتوقيت العمل انا بشوف العمل ده الاخر ما انا قلت قبل كده الاغنة اللي خدت اتنين مليارين اغنية جنسية الاغنية التانية اللي خدت مليار ونص اغنية بتوري ان المرأة بما فيها من اونوسة الراجل ما قدر تدامها تاع النامر جاي قدامها ورح واقع ما احنا نقرأ العالم بيبعث ايه مش معناه ان انا بطعم في العالم لا العالم كله فيه خلخلة من نتيجة الاقصاد ونتيجة الظروف المجتمعية ما تقوليش فيه بلد غنية وبلد فقية مين بيكتبلكو الكلمات؟ اكتر من الشخص طبعا يعني يعني فيه كذا حد يعني بيكتب الكلمات ادي بس انتفق الحاجة عشان نرتب الفضل يا حبيبي انا نجيلك الافكار انا اصف جئت ان طبعا اتشرفت لنا اصف حلما بكر طبعا انا اعرفش لو انا موجود ناردة في الحلقة طبعا فانا اتشرفت لنا عشان تكن ترتب افكار اناgangen اعتراضناعالمهرجان واعتراضناعالالالفاز بس اعشان اعرف اعرف بس الحلقة اعطراضناعلمة على لون عموما دا لازم يتقفل من بابو لا撫ن اعتراضن الا والستاس حلمي بنقول اذا انه يقول بالزبط abilir يبقى لازم فيه حاجات كتير جدا غير مأبولة لكن خلاص المهرجان بقى لون مقبوط طب يا فنم مهرجان يعني ايه؟ مهرجان بلاش كلمة مهرجان انت خريجي مععد خدت كارنية النقابة خريجي مععد ولا دخلت بامتحان؟ لا خريجي يا دبلوم صنايا يعني اذا لما دخلت النقابة ادوك كارنية عدو عامل على اي اساس؟ على اي اساس؟ طب درجة اللي امتحنوا عدو انقابة بل اسمحلي يا فنم انا رحت النقابة وبامتحنوا سبت النقابة ومشيت ماش؟ ما بولكش؟ ليه؟ مش عايز ابتح بوابات عليها خلينا في البوابات اعترضوا عليه؟ لا 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 يا ريت مين اعترض؟ مين اعترض؟ بيسمعوا ازاي؟ الملاحلة ما بسمعوا في اللجنة وانا قاعد حوالك حاجة بسيطة سعد الصغير وهو سمعنا جابوا ممدوح موسى في يوم الايام وقال لي رفضوه في الازع كنت انا في سافر في امريكا فجاء لي عاير ا 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 Markus اقول له طيب اخر نكتة ايه؟ فورش كنت اياه الاخر نكتة ليه الدمه خفيفا؟ في القلقة بسميه غناء خفيفا يعني مؤدW اقرب الى اللحن وليس الى الغناء فقلت عن اعتمد غناء خفيفا يعني لو انا قلت لك نكتة طحكتك هتخذني ملاحن؟ لا انا كبانا ما قلتش ان هو مطرب ولو قلت علي مطرب يما ما يسحشع جنبك هنا خلاص انما العوامل هو في جدول في النقاب واسمه غناء خفيف او كده فيه لما تيجي تقول ايه غناء طرب اداء ده موجود في النقاب لا ده العالم الاداء بساموريس تيجيب بس في الاخر كله بعوده نقاب لا احنا هو بقول لك انت دخلت مطرب انت دخلت ايه يا عمر مطرب بشاب دخل انت حاليا مطرب وملحن لا مش راعي في الاصل انا بعمل انت بتغرب لي انت بتغربني لا اصلا مش بخوك يا جماعة حلم بكر معروف انه انا لو بمتحن هقول غير اللي بيقوله كله بش بعترف انا بعترف العالم العربي كله عايز اقول لك انت دخل اعتمدت كرنيه ما غلطة النقابة ايه لازم يتحط التصنيف داخل الكرنيه الكرنيه عازف سوليس كامانجا مطرب وده حن بس الجمهور مالوش علاقة باللكرنيه هو بيسبع اغنية حلوة بزاق اه اه سكر محل على كريمة ايه ترقاعد في البلد زي اه الولاكي زي السحي الدحم بوه انت سمعت ديسباسيتو ثلاثة مليار ايه اغنية اسمها ديسباسيتو ديسباسيتو صح ثلاثة مليار اه اغنية هو ده العصر او استاذ حلمي رياض الصنبات امو كالسوم سابيتو يبقى اذا انا جيت هنا وزمت النهار ده لا انا عايزك تعمل لا 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 انا جيت هنا وزمت وبعدين انا مساعد ديجاري وقالا معاك يا ابن تعال نتكلم في حاجة تانية اللي هي بس انت عارف فعلا ان ده حصل لا لا انا عارف كل حاجة طب امو كالسوم ما خدتش رياض الصنباتي ليه في اواخر الحنها هو مشكل مجمع واجابت بليك حمدي استرمان اجابت بليك حمدي ليه عشان شاب صغير لا لتقترب من الشباب لتقترب من الشباب واجده كان زكاء من امو كالسوم طب ما دول شباب شباب الاغنية ولا شباب السن اه شباب السن شباب السن صغير ادخل شباب الاغنية في شباب السن ما انا ممكن اجيب راجل تخطى مرحلة الشبابية هنا مش بالسنة كمان نعم الشبابية بالفكرة العالم اللي بيحطنا كله الراجل عن تسعين سنة ومراته عنده خمسة وتمانين واحل لشكل قصة حب اللي اتنين مع بعض شوف هو بيعديها الشارع هل ده خارج على القانون هل ده لغة اه لما نقول لغة المعاصرة ايه اللي بيعملوه ده ايه الخباب دي لا الخباب في حتة تانية حلم بكر ملحن كبير معطرد على ايه فيما يسمى باغن المهرجانات ما جاوبنيش يعني ايه مهرجانات طيب جاوب يا عمر وخلصنا اه مهرجان يعني اه اقول لك انا يعني ايه اه طبعا انا مطرب بقولوك دخلت المهرجانات مؤخرا اغاني المهرجان اغني خفيفة جدا اه اقرب اللي عشوائيه اه حاجة ف Koll TC اوه اقرب العشوائيه وفيها كلام معطر اكتر عن الشارع اه يعني شاعبية اغنية منظمه يعني ايه اللي اطلق من اطلق عليها كلمة مهرجان عشان اغنية كنت تق عنه ايا يا فندي كان راجل علم والعشوائي اللي قال كلمة مهرجانات انا 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 مقدرش حزبه وواحد تسمى الاغاني دي كده ممكن يبقى نقد فن انا جيلك في الكلام اه انا جيلك في الكلام اه اصبح الجهل لو ثقافة انا جيلك في الكلام اه اقولي حبيبي دي اغنية كانت يعني واسلا فرح حد اه فمجموعة شباب يجمعهم بعضهم عايزين اعملوا اغنية لأسماءهم اه تنجيد في الشارع يتعملوا اغنية اه فهنا من جات كلمة مهرجان مهرجان يعني حنة فرح شارع حيس انا ممكن اعود ساكن كده وارك ان انا بكلم طول حلقة وحقضي الوقت كله انا ساكن لا قولي عايز تقولي هلاص هنتفق في الاستراحة ونرجع بعد الفصل اشتركوا في القناة ايه واشيزون يجي من كلمة بدأت الجريمة بالكلمة كلمة ففيها على اليوتيوب تكتك مهرجانات اظن عارس عليها فوق 300 اغنية اذا قلت منهم اغنية لازم الفوليسية اخدني طب ازاي الجمهوري بيسمع ويدافع عنها ويسيبوا الناس السرزق هي جملة بقت كده طيب هل الجهل له ثقافة اه لما اجا اقول هو مش عارف يجاوب على كلمة مهرجانات ليه لا بالله مش عارف اجاوب يعني تنطقي اعظم ما يخال في العالم وتقدمه هل تقدم في المهرجانات اعظم ولا اردام رأيك واحنا طردنا عن الكلمة بتاعتنا انا مش فاهم يا حبيبي الكلمة دي اللي اطلقها مين ابو جه ولا امو جه اللي اطلقها علم في في العلم كلمة مهرجانات الا في القيمة تقول مهرجانات تنطقي وتحط طب بعيدا عن الاسم رأيك فيها اغنية شعبية خفيفة بلاش نسميها مهرجان بلاش نسميها مهرجان بس هو بيقولك اغنية شعبية خفيفة بلاش نسميها مهرجان اه حاجة فيها باوري الناس حبيتها بالشارع انت بتتكر دلوقتي كويس اه بحير طب نارد ده بقى على مين على اه اه احنا بنقول النقابة ايه بنقول النقابتنا المحترمة اللي احنا بنحترمها طبعا على اصدراني شاكر بنقول هي تقانن الموضوع ده يعني باحنا بنقول دلوقتي ايه بنقول طبعا المرفوض خالص طبعا رفضها خالص طبعا ولا بغنيها ولا عمر الثاني جاب كلمة مهرجان الحمدلله فأيه مهرجان غنيته انا بنقول اللي احنا ممكن نعمل شعبه للناس دي ونقنن الموضوع وتعالى يا فلان تعالى يا علان تعالى يا ترتاب مددهمش يا سيدي كاردين القابة هم مش مطربين طبعا هم معترفين بكده على فكرة هم ناس كلهم بقولك هم مش مطربين ناس مؤدية فانت انت دلوقتي تعمل طب لو حرقت نقاب الموسيقيين موسيقيين هتدي شعبة نص الجمال العموية تطلع برا يا استاذ اللي خالدين اتطورت بسمعوني دلوقتي انت عندك نص المسجلين انا بكلم انا عارف انا حضر الظروف من زمان انا مش عال زواجر لسم اه في اللي بيغنوا في الصالح والطالح صح الطالح ياخد كرنيز زي الزي دي بقى يحاسبه اللي بوه مش دلوقتي من ارتكب الجريمة في الاول عبدالحليم حاول لما كانت المكلسوم نقيبة الموسيقيين سقطته المكلسوم عندما كانت نقيبة الموسيقيين سقطته عبدالحليم ولكن اللغة هنا عبدالحليم مش اتى بزمن اتى باسلوب ايه هو كان المطرب اللي بيغني في اخر الصالح مش عايز ميكرافون لازم صوت يوصل لأول اللي صار خلاص جي عبدالحليم بالصوت البسيط دخل لغة جديدة علينا لغة التعبيرية الاحسان التعامل مع المعاني ولاسا ما يكتب فعبدالحليم لما كان يقف تاني 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 تشوف تاني اه في اسلوب ادائي هل كلمة تاني اتغير فيها حاجة ولكن لما جاي قلها قلها بحسية بمخرج لبس باسلوب فبقى عبدالحليم مالك العاطفة او العندليب الاصمر هوا العندليب حاج مؤدي ولقب باصمر ليه لانه ابن النيل ابن الارض طب العندليب اللي بيغني دوت لربنا خلقوا قبل الغنى قبل الخليقة طب كانت فيه موسيقى قبل الخليقة العندليب خرير المياه صوت البرق الرعد كانوا بيسموه الساوند لما جم رجال العلم قالوا الساوند افكت طلع منها الدرجات الصوتية طب ليه الدرجات الصوتية سبعة دي موسيقى العالم كلها سبعة والارض السبعة والسماء السبعة والله الله الله مش عايزة دخل ده في ده ولكن ليه سبعة درجات هم موسيقى الشعوب بتميز الصين عن كذا عن الهند عن كذا عن كذا عن ننا العالم العربي اذا الاختلاف في الاساليب اللحنية في الاساليب الغنائية موجود من العصر الجاهلي كان فيه الغناء وكانوا بابطال الغناء الفرص في عصر الرسول كان فيه والمطربة الاولى الفارسية سارين الذي اهدية الى حسان بن سابت اختها بتغني وتقول بتعذف على حاجة اسمها القيان كان يومها خلاص الموسيقى موجودة للارتفاع بالزوء انما يوم الموسيقى تيك طب جون هوليدي يوفي يوم الايام ما كانش بعمل عجل انه بكسر الجتار ينزم على المصر ما تكسر الجتار حتا فين هو؟ فيه فن يعيش في وجدان الناس وانت اتكلمت كلمة عجبتني الزوء العام يوم يا رب يرتفع بالزوء العام مطرب زي عبد الوهاب غني كيلو بطره الجندول وبدو فلاقى نفسه بعيد انت هاجب لك الاجابة على السؤال للوقت قالك لا لازم اغني للقاعدة اللي تحت دي لان القاعدة دي نصيبي منها كبير لهم الشعبيات فاغني ايه؟ ترعيني اراط ارعيك اراطين وعلشان الشوك اللي في الورد احب الورد فلما غنى الطبق اللي تحت كان بتحب عبد الوهاب ولكن عشقته وشالته وطلعت به بقى مطرب كل الناس نتيجة هل الشعبية هنا لفظي؟ انت ما جاوبناش على السؤال لما قلتلي لا الشعبية انا بعرف ان فلان لا في الشعبية عندنا قلت نقسم الى اربع الكلمة يا حلو صبح يا حلو طل فبليه بنادي المرأة بصيغة المذكر لكي لا اخدش حياءها يا لخوي وما الخدش الحياء والبيوت ده ايه؟ يا حلو صبح عشان ما الفدش نظر ابن البلد اللي في الشارع انا بغاني البنت اللي انا بحبها فقلت صيغة المذكر للبنت فاصبح كل الاغاني الشعبية بصيغة المذكر كل الكلام ده كل الكلام ده لانه عارصنا طبعا بس الادلوات خلاص الزمن اتغير الغنى كله سيزي مش عبوهاب ومحليم ومكلسوب ده طبعا مطلوب جدنا بس مش كل الغنى كده ومش مطلوب يبقى كل الغنى كده على البيتر الراجل الوحارة يا حضرتك ورجل بتاع التوكتوك اللي في زماننا ده والشاب اللي طالع ما يفهمش الكلام ده كله حضرتك تفهمه جيت نظري هو ما يفهمش الكلام ده كله كل الكلام ده جميل وعرصنا ده انت عارف انت ايه انت مراية المجتمع ايوة ماشي ايوة 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 ماشي خلاص ما انا كنت بغني يا سوز محمد انا كنت بغني وكنت ماشي في سكتي زي ما انا حلو كلام نجحت نجاح محدود خلاص لقيت الدنيا ماشي في سكة تانية يعني انا لقيت الدنيا ماشي في سكة تانية انا حبدك في اغنية سكر محلي طو الحند لله لما انت كنت بتظهر حسن شكوش لا هطلع بس اشوف التقرير ده واسمع رأيي ضيوف الاعزاء فيه سأل للناصر ايوة ايه في اغاني المهرجان ايه ويرد علينا عمينا الكبير حلم وبكر مهرجان في حد نفسه يعني هو يعتبر كنوع من انواع الفن زي مثلا عندنا كوميدي عندنا بالنسبة للتمثيل مثلا عندنا حاجة شعبي اغاني المهرجانات بتطلع جيل فاسد ما بنسمش وعية بتدخل افكار مسوسة في عقلهم اغاني المهرجانات بحبها وبحب اسمعها وعايشها عليها والله اغاني حطت بالمستوى اللي احنا بنسمعه وتعودنا عليه كنا زمان بنسمع محمد طاها كنا بنسمع وكان بقولوا عليهم شعبيين كان برضو كلامهم راخي اغاني المهرجانات حالاني منتشرها لانناس زيئة من الاغاني القديمة وهي نفس التون وفيه بقى اناس بتطلع تقول اغاني مهرجانات فيها الفاظ ومش فيها الفاظ يعني ايها جات على بتقول اغاني مهرجانات بصي الاغاني كمزجة حلوة جدا بس ككلمات هم معكوا فيها خالص هي انا مش مع الاغاني ان هي تتلغي لا انا مع الهي تتعدل شوية لاني ما ينفعش ان زفلة صغيرة تسمع الاغاني دي يعني الاغاني مفروض بحاجة ادبية دلوقتي حاجة قيلة ادب بصراحة زائد تعلم المخدرات يغنوا عن المخدرات يغنوا على اللي مش عارب في الندالة يا جماعة انتو بتعلموا الشعب ايه بالزبط معه قرار هاني شاكر طبعا والله انا عندي عبر رحمن ست سنين بيغني الاغاني دي وبيربط دماغه زي محمد رمضان وبيعمل كده فمش قادر اتسيطر عليه ما رأي انه قرار غلط الصراحة لان مطربين المهرجانات دول والله العظيم دلوقتي بيعملوا اغاني ايه نا بنتسالتها لما بنسمعها مش مع الرأي ده انه هو يعمل ركابة على المحتوى اللي بيتقدم للناس مش عايزهم يفمنع انه هما يغنوا عشان بنحبه وبنحب نسمعه لا هو قرار غلط انه هو ينحى خلص فدا غلط بس انا معانه هو ممكن يعدلها والله القرار ده تأخر كتير قوي واحسن قرار انا فرحتي جدا انه اخده هاني شاكر صحيح هو اولا يعني هو مش عايز يقولوش من حق بس هو مالوش في اللي هو يوقف حاجة طالما لها شعبية ولها واسطة المية واحد مليون واحد سماعة عفاهم اصلي بيه بقى مزعين يتلاقي اقولولك اغنيت مسلا بنتي الجرن انا كحت ليه وما كحتش ليه وبيبصوا لهم فرزهم هي الاغاني حلوة والناس حباه انا ما طلبتوش اصلا بفلوس يعني تعالوا ناخد رأي ضيوف الاعزاء في اللي تقال عمر هتلاحز ان الطبقة الكبيرة شوية هي اللي معترض على الموضوع والطبقة الوسط اللي زي انا كده معترض على الالفاوز زي انا مالورد انت معترض على الالفاوز يعني لا يمكن اسمع عمر كمال بيقول الكلمات استحال عمري ولا تربيتي ولا شكلي ولا اي حاجة تخليني اغني حاجة زي كده يعني بس احنا بنقول عايزين نطور المهرجان يبقى شكله كويس عشوه بقى لوم مفروض هو خلاص بقى لوم مفروض في الشارع الزمن بيتغير زي محمد عدوية كابولي صح الداحم بو زي وزي 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 وبعدين على فكرة انا لسه كنت جايك اسمعت اغنيها صح يعني يعني كعملها كريوكو طرق اشيغ بيقولك واسجارة جابت جيوان وجيوان جاب حبايا حبايا جابت شليط طب اشمع انا طيب يا جماعة اه موجودة اسمعت كيف ومكسرت دانيا وكليب كمان اه كريوكي اه وطب والسلطان الاشيغ بيغني فيها طب وكان فيه اسجارة بوني وكان فيه مش عارف ايه وكان فيه مش عارف ايه وبعدين احنا لما حطنا طبعا اللفظ غير مقبول بنقول كده لكن لما تحط كلمة خمور وحشيش مكانش ازينا برضو تحريد يعني احنا مش بنحرد مقولكش روح يشرب بقول لو ايت ستيني كان صعب شوية بيقولك بس 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 انا بقولك حتى لما احنا حطناها يعني احنا مقصدناش بنقولك روح اشرب احنا بس بنوصف الحالة اللي انت لو اصبتيني انا باضيع بروح اشرب كده كده بس كده فده اصدناه اللي احنا نطور الموضوع ونقول فيه كلام كويس ونقننه حل المنع يا استاذ حلمي هو الحل في زمن مبقاش في حاجة اسمها المنع الممنوع مرغوب السبزاز ولكن هي المنطق مش ان انا اقول امنع ولكن اطلع بالقيمة الغنائية وكسف عليها في اجلس الاعلام حتاكل حتاكل ده دور دولة بقى الله عليك انا بقى موجود في الازاع والتلفزيون مش عايز يزعله مني كان فيه لجنة السماح عمري ما كانت اغنية من دول حتطلعنا ولكن من يوم ما تلغت اللجنة وتلغى الانتاج الغنائي وما بقاش فيه اغنية وبقى اللي عنده اغنية بيديها هداية انا كنت رافض الاهداءات الا ان تأتي من قيمة انت اللي قدمتك تقدم الهداية انحني لك انت لا شيء بتقدم الهداية بمقى الناس بتبدي تديني رشوة طب انت اللي عايز تكبر ولذلك زي ما احنا ببناعمل لما اصرنا قضية الاغاني اللي بيسموها كبروا وبتغرب كل يوم لو كنت مكان هني شاكر كنت عملت ايه مين؟ لانا كنت عملت اكتر ولا يملك الا المنح لا هو يملك بص هو يملك عاقب عدو النقابة لان اللوايح بتقول كده والقانون بيقول كده التقاعز في تنفيذ القانون لا يبرر وجود الناس دي دي حاجة تعال بقى لما بتجي تاكل تصريح بتدي تصريح على اي اساس دلعوا اختراع اسمه الديجي ايه هو الديجي؟ اني جهاز بيتدور فيه في الفرح والبتاع الاغنية كاملة بالمزيكة جبت عد ديجي رو عاملين مينس ون موسيقى من غيره ادت فرصة لمن لا يعرف في الغناء وليس له صوت انه يدخل اني اخد تصريح ويقولك انا اطلع بالديجي تطلع بالديجي على انك هتشغله وتدفع من قابله عدد خمستاشر موسيقى اللي عادين في البيت من الأعضاء العاملين عرفت المبرر وإذا كان مبرر فيش حاجة اسمها دي جيب تديله تصريح طلع بقى ناس اشتغل على الماينس وان أي مزيكة دايرة وبيغني زي الأخ اللي طلع الشتم هاني وقال لك مين هاني شاك محمد رمضان نشر على صفحته إن قناته على اليوتيوب بالأغاني بتاعته سمعها اتنين ونص مليار واحد عايزة أقول لك حاجة تعداد شعوب العالم كامل سبعة وتمانية مليار خلاص هم سمعوه بس هم ما وصلوش لسه البرقية أو التلغراف عشان يقوله احنا كلنا سمعنا دا وانت كملحن رأيك في محمد رمضان في صوتك مين ليس له علاقة بالغناء ليس له علاقة أنا ما شفتش انت عارف اللي الراجل كما زمان اللي كان بيدين عضلاته زيت ويطلع في فوق مخنار انا بقول غلط ولا بقول صح طيب احنا بقنا نزعل لا عزة بس بقولك ايه هو مؤدي يعني لو جلك تلحله ما عادي مش حال ردك ملحن مين دا اه فعلا منا ملحن مش بتراعي العصر لا ملحن طيش اه كده على الرصيف مين عايز يغني لا لا انت عادي الدين انا مش حالص دلوقتي ومن سنين ما بشغلش ليه لان انا حطيته دماغي ان انا اتصدى لكل مه طب ما الجايد ما فيه ولد سمعتم بارح اسمه ريدا البحري او البحراوي دا من احلى الاسوات طبعا وادا بقى بقى اني دا بقوله يشرف دان لحلك عارف ليه طبعا لانه جذبني مش ينقم بس وشخصيته وجرس صوت وطريق اداء وحاجة نفس جديد زي الست اللي بتطبخ كل العوامل دي انا لما كنت بحضر امتحانات في الخارج حطوا في انجلترا حطوا نظام ايه مش انه بس معك شخصيتك اعمل انتربيو مظهرك انت اخترت الكرفتة دي ليه انت البد كل دي مكونات صناعة النجم اللي احلى بنصنع النجم من ايه من هلس واهلام ادي نجوم بدا طبعا هتقولي في يوم الايام مين سافر باريس وقف غنى قاله في فرنسا طلع بالزيل وطني وطلع قال فين هو الاغنية هي قيمة تبان في المجتمع وفي ارتقاء بالزوء العام يقوم لما قابلك في الشارع واتخبت في كتفك وقولك سوري انا اسف حصل خير الله في الارفظ راحل من سواء حاطت بلطة تحت الكرسي وبتاع طقطك حاطت بيخطب انت مش ارعوا فين ومدور الاغاني دي استاذ حلمي قصدو ان الاغاني وانتو بقى لكم جمهور بيسمعوكم كلمات دي بتأثر في الزوء العام طبعا وان طالما انتو بقيتوا مسموعين حاولوا ترتقوا بالزوء العام باختيار كلمات كويس دا يحصل طبعا دا يحصل طبعا بس اصلا انا واحد من الناس قاعدة 13 سنة بغني الشعب حتى استاذ محمد ما بقاش مقبل اصلا على اللون وعندنا قزمة ملحنين في مصر واللون بقى يعني معلم بلا ربنا اللي انا كنت ماشي فيه اصلا هو بتاع اللي كل النجوم بتعاني منه على فكرة والشعب اصلا بقاش متقبله زي الاول يعني انا النهاردة يعني انا النهاردة يا لو ابحليم رجع غنه النهاردة باسلوبه القديم محدك انا هيسمعه لا طبعا ولعبوا هاب لا لا الزمن غير الزمن اختلا انا عملت اغنية عملت مسلا او مجاب خمس شرب ملون تابع مراجان مئة وعشرين ملون تابع مراجان خمس وعشرين مليون لتادا شغالين كويس جيد عملت اغنية منك عملت اغنية انا اول مرة باسمع الارقام دي دي لغة العصر دا اعلى رقم يا استاذي دا دا موجودين يا استاذي موجودين الكلام دا كل دا حاولي لكون حد بيقوله اكدام موجودين دلوقتي مئة مليون نزلت انا اغنية استاذ محمد انت خازك انت اعدادك مئة مليون استاذ محمد ربطان في وطن عربي ايو دا حقيقة استاذ حلم دي يا ربي خلهم له تعداد سكان العالم تقالك في صوت وانت مش رادي تقول لي مو بعدين بقى هتعتمدوا في انقابط الموسقيين لو كلك مين دا محمد ربطان دا المفروض في تحقيق في انقابط الممثلين الممثلين اه كمان ليه لاني بيقولك لا يمكن يدي له ولا تصريح ولا كارنين يغني ولكن بياخد تصريح من قاتل الموسيخين لخدمة الدراما الغنائية انا لما عملت سيت الجميلة فؤاد مطرب لا شبكار مطرب جمال اسمعين مطرب فلو كاس مطرب مش عارسة ابساد لا انما الدراما حيلك حيلك انت وهي جرائية ندمانية تعبير عن الدراما والدراما البيئية البيئية ان اللوكيشن انت بتلبس له بتقول كلامه بتقول تعبير طب محمد ربطان بيقلع له ومش بيلبسه طب دا اللغة العصر احنا دخلنا مرحلة القلع طالما دخلنا القلع تطلع فاصل وكم من القلع خدم اطباء التجميل طلعونا فاصل يا اخوان صوتك جميل لعمر كمال واستاذنا حلم بكر دا رأيه فيك الشرط ليه جبير شايف المشكلة اللي بتقابلك ايه بقى الحان ولا مفيش كلمات ولا مفيش فلوس تنتج لك لا لا والله الانتاج الحمد لله لوح اتشغال كويس لكن اللون بتاعنا اللي هو الفرنكو اللي هو الرومانس اللي هو عموما خلاص ما بقاش فيه قبل اوزة الاول انا بقول لك منازل بتاعت مهرجانات بمئة وخمسين مليون مشاهد في خلال ثلاث شهور بتدق ليه واستاذ دي حقيقة طيب دا حقيقة اتجلب من الحقيقة على قدك طيب عديها انت اخدت كم مليون من حسن شاكوش بعد هو شاكوش ما دخلوش ع كم مليون اصلا دا مالك ايه مدخلوش كم مليون يعني لمزاقه بالصعه خالص طبعا باش الكلام دا استاذي كان العيال تسبوه على اليوتيوب لا 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 خالص دا كلام كتير ما هو مدخلوش فلوس بصوا استاذي اليوتيوب بيديك ع المليون دا المليون الف دولار دا المتعرف وده غلط مش بديك ع المليون مشاهدة اليوتيوب بيديك على السواني نديها بتنشر قرش اسواني دا العلن ايوه اجيلك بس انا اجيلك في الكلام يا باسو سعيله اهو بيقولك المليون يديك عليه باسم محمد بيحزبك على السوان المشاهدة بتاعت الاعلان اللي قبل الاغنية يعني انت النهاردة مصلا لو اتفرجت مصلا على الديئة بتاعت الاعلان دي طبعا فشان حانش ماجه على الاعلان ده طب اتجار من اول سانيتين فوقت اجيب لك سانيتين في سانيتين لحد ما شوف لك كم ساعة اتفرجه من الكم مليون اللي شافه يعني حسن شاكوش باخدش اربعة وخمسين مليون مفيش الكلام ده خالص طبعا لا 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 حرام نصب المرات ما العربية الحمرة اللي طلع بيها دي مفيش عربية الحمرة مش عربية حمرة اصلا رجل ركب عربية على قده جدا يعني حمو بيك اللي طلع بيها اه حمو مش فاعرف الله حمو جاب فلوس حلوة حمو اكيد بيدخله داخل وحتى لو دخله داخل برضو دي حاجة يعني متعبوش في حاجة حضرتك يعني حاجة او بحطش في ايده يعني ايده في جيب حد ولا بيسرق حد على فكرة استاذ حلم اقبل مني سؤال وانا بحبك وبقدرك على مستوى الشخصي حل في حالة من حالات الغيرة ان جولكم لم يحصد هذي الملايين الفلوس والمشاك فتحسدوا العيال دي نفس اقوم ابوز جبينة للسؤال الجيلي اللي سبقناه والحقناه ثلاث ارباحهم ماتوا مش لقين اللي ملوش تربة تدفب فيها صحيح اسمان ياسين انا مات على ايدي خلاص قعد يومين عشان نتفنه مش لقين مقبرة وده فنان عارف قال لي ايه قال لي حل ما فيش في بيتي ولا مليم وانا مش صدقت بيه انا صدقت بيه اعتبر عيل في حجم هؤلاء النجوم اتقال على اسمان ياسين عمل فيلم اسم المليونير عارفين المليونير كان ايه العشرة تلاف جنيه تبقى انت مليونير اياما القصري عبد السلام انابولسي فريد الاطرش هتقول لي ضييعوا فلوسهم لا كان الفن زمان اعظم ما فيه بكام ولكن ما كانش المقصود الكام كان مقصود الحجمي الشهر هو النجومية لكن ما كانش يجيب فلوس كان بيجيب ايه انت كنت في شري فيلا بخمسمائة جنيه اه فهم كانوا عاشوا الحجم الدعائي والشهرة بحجم فلوس قليلا كترة الفلوس فكترت وكترة العيال فضمرت ازاي بقى في يوم اللي قام عبد السلام حمود بيغني في الستوديو فهو قاع كده في سولجان ايه عبد السلام حمود ده المطرب اللي الجمهور رفعوا بقربية ودخل بيه ارض المعرض عشان حفلة كان تتحدد مواعيد الجواز على حسب الوقت اللي هو فاضي فيه كان بيطلع مطربين يسمي نفسه ايه محمود بديل لعب لعز محمود اركن وانتهى الى ما فيش فريدي الاطرش غنى يعواز الفلفلو عارف جراله ايه توقف سنة في الازاعة عشان الاغنية دي عشان قال ما قال لي وقلت له يعواز الفلفلو جابه الشجاع قال له وقعد في البيت سنة احنا النهاردة بنروج لده ازاي يبقى ايزا ما كناش شفنا الزمن اللي فات وكنا اهل غابات نطلع نهبش في الناس ونعيش لغا طلب القيامة تقوم بس دي ارزاق يا سيد محمد يعني دي ارزاق كده كده ما فيه فنانين برضه من العصر لفتح عشان الى حد نرده عامله وعشفه السحاب يعني وبهدنا احنا شباب حتى لو واحد معاهم اللي يستروا ما حنتعبنا برضه سنين طويلة يعني ما حنتنصح بنا برضه بلات الارض واشتغلنا اه بقى اشتغلنا هنا دولا سؤال قلتلك انت خريك خدت الكارنيه ولا امتحنت في النقابة وانت دبلوم صمع خدت الكارنيه امتحنت في النقابة وخدت الكارنيه احسنت بس خلاص السؤال اللي جاي لا يعيبوا انه دبلوم صمع ايه المشكلة في كده يعني ولما قال علي عدوية ان انا كنت فتح ورش ميكانيكي انا ما رضيتش لاني مش عايز اهيل ميكانيكي لان الميكانيكي له قيمة بس يا ريتني كنت ميكانيكي إنما لما قالها ما رفعتش عليه عضاية إيه رعيكم في صوت عدوية رأيك صوت جيد جيد مدرسة طبعا وطلع بلهجة وقت ما كنا مخلفات 67 مش لقيين ناكل فطلعوا العمالة الشغل برة فارجع في يده ايه كاسد والقف طب معه فلوس يا جوز يا كذا يا كذا فطلع الناس اللي معك كاسد قال لك لا احنا بقى عبد الحليم بعد ما كده بقال ولا همك رأس من الامريكان الرئيس نسمع اللي على كده بدأت تتعمل شوادر قماش وبدأ الغناء وتحط الشرايط الكاسد في شويلة دخل في المهنة من ليس له علاقة بالغناء كانوا بيلموا الشرايط اللي بتتسمع ويمسحوها ويسجلوا علامة ده ما حدش يعرف الحاجات دي ولا متتبع دي كلها في هذا الوقت ظهرت حجم شركات كتلاقى خيمة زي محسن جابر زي نصر محروس زي زي طلعت ناس خفزت على الشكل النهاردة ليهم قنوات بيزيعوا ايه الاغني الحديث اللي بيتباع اللي بيتباع اللي بيتباع الليسي مطر في شكله ايه شطر جدا طبعا يجنن طبعا طبعا خلاص وانا ضد انتو بيتكلموني يقول ان انا جاي ماسك اللي بتاع وعايز اعدم الليسي لما بقوله ما تلسه ايل حاشته بنص الموسيقيين والمطربين في قدر وده مش اعدام ايه لا مش اعدام تنظيف انت ما بتعديش حاجة تنظيف عايز اقول لك حاجة لما رحت مع احد المقاباء اللي محتاجك معايا بتاع فروح من الغاية طلقصر فطلع جمهور حلم ايه بقى الحلم ايه بقى طرم لو دخلت حيبقى يوم سود حشيل من السكو الراجل ده انا جاي معا طلع واحد تاني مرشح جان منه طلعوا باي صفقة داخل ترشح اذا كانت انت امبي واه 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 هتعمل ايه الامية المجتمعية حتضمرنا لو انت في لجان الاستماع في الازع حتمرر محمد رمضان هتمرر محمد رمضان لا ما كانش حقدار يخش الازع عشان يخش من الباب ده في المشمش ده بتكلم بس الراجل بيقول لك اتنين ونص مليار سمعوه تاني حنرجع للمليارات اهو محمد رمضان تاني حنرجع تبارك في اداءه الاستعراضي الشيشة الشيشة الاستعراضي الليست ام بقول لك ايه مش عايز بتسمع محمد رمضان طبعا راجل مؤدي كويس جدا طبعا مرده من هرجع برضه يعني هو شايفه قيدة الله انا ممكن احاول لحضرك حاجة لبقى دقايق واخلص لا هات دبلير لا 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 هات دبلير يقعد في الكرسي يا استوز حلمي الكلام اللي بيتهال ده ما اسمعوهش هنا طيب بشال تبقى بعترض على رمضان هتبجاش هنأ هعمل لك جناية هنا طيب حلمي استوز حلمي بص انا بس اقول حاجة اتكلم على عدك انا باتكلم على اللي بيقدي يبقى انت بسم الله انا لا مطرب بيقدي سمعني بس يعني ايه بيقدي رد علي يعني ايه بيقدي رد وما تخافش بص استوز محمد ايه جال اللي احنا فيه ده انا بقول لك الغنى كله مش لازم يبقى طارب مش لازم يبقى انا قلت طارب انا بفهمك ولازم يكون في لون زي ده لما احنا نهاردة بنشتغل في قاعة ولا بنشتغل في فرح ولا بنشتغل في حفلة لازم يكون فيه حاجات تلقم الحاجات دي كلها على فكرة اه تفهم لازم يكون فيه اغنية خفيفة تلقم ده لا 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 انا موافق عايزين تقولوا ايه عايز الكلام يبقى اكتر من كده لا 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 عالصوت بينشه وبيقاح في الموافق انت ما بتعديش حاجة واستاذ حلمي عليش ربنا خلقني كده ولا علمك اوعى تفتكر ان انا بتكلم عتم تكون موترب من واقع ان انا لا انا اللي عندي فلوس ولا عندي بتاع وبقول عالني ان ما عندي كرامة وعن رصيد عندي رصيد من الربوني قبل كده لانت معاك اشهر اغنية لح لا اوعى تذكرها دي اغاني علجارة لا ولا يمني والحلم العارب ولا تسوى ارمي كل ده انت بتكلم فيها في عندك علجارة انت ما فيش موترب مغنائك لا لا ولا جبس هريت طب حول اداء العالم انت عارف دي ناكي رصيد اللي بتقالك لا لا طبعا يا جمهور يا جمهور اللي عاد في البيوت اعجبكم الحل انتوا حصلتوا له لا لا استاذ سحلم قد الدنيا واحنا تعرفين على اغاني دي كلها لا لا دنيا ولا اخرك خليك في حالك طب ليه ما انت قلت عليه جار سحلم ما هو بيكلم بيكلم غلط ما احنا نقول له انت لا ايبقى اقول له حضرتك يا استاذ محمد انت انا مش مقال بتعبقى عاجبتك بنت الجران صح؟ انا عاجبتك بس رفض الكلمات الابيحة بقول لك ايه بس انا مش زر بقول لك ايه بس عالجراء لا عالجراء كده كان زمان الراجل يقول لك تشتري بتاع الصور فاك الزمان قبل الاباحية فكان يخب الصورة يقول لك تشتري اخطر من المخدرات خلاص بتقول له انت ايه لو انا بقول لك بص على العمكة بقول لك تشتري رض على تقول لي ايه فرق لا حتقول لي بكام بكام ليه حب الاستطلاع هي المشاهدات اللي انت عمليين تذكروها كده اللي عملت يتقلم حل الدولة موجودة في الشارع موجودة في الشارع حل الدولة فين اه قول بقى ناشط الدولة الرئيس وجه تعليماته ايه الله عمل بيعمل اللي بيعمله اللي حضاياعه دول الجيل اللي طالع ده انا بعمل الجيل اللي طالع بقى لا مش طالع ده نازل خلاني الكلام مصبوط انت القاردة من الصورة تيجي المطربة تغني. يا نهاري سويت. وضب لي كتفي. انا قلت مسهل زمان اسمح للجمهور اقوله. كان زمان المطربة تبقى اعلى مع الناس وتقول اخ معد حفلتي جي اما قوما يلبس. خلاص? دلوقتي. تقول اخ معدني مريتي اما قوما يقلع. طب بيش اوه كده. لأ اوه بقولك ايه? طب قولي ايه اللي حصل في فويس كيس. ايه اللي حصل في فويس كيس. اللي حصل في فويس كيس. اللي حصل. اللي حصل وصل. قلت لي فيه طفلة. طفلة? بيقول فيه. مش هحضروا لك كلام. اه. اللي غنت اغدن القاق. اللي غنت. اغدن القاق? لا اه. اه. اتعالوا بعض. اه. لقنا الموقرة في مش عارب ايه كيس. بيسمعوا بنت. انا مش فاكل اسمها. بتغني اغدن القاق. طب اقف بس. اه. لقابة المهن الموسيقية اتصلت. وقالت. انه عمر كمال ضيفي مش عضو عامل. عضو منتسب. يا عضو عامل. انت منتسب? منتسب اه. منتسب? منتخليني قاعد بتكلم الكلام ده من اوله. ماشي. عشان كده انت جيبت من دبلومس انا هي رحت التلحين. منتسب. ايه. 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 بقول لك يا فاندم. انا صريح. لا اقول. وما تخليش جرقتي تتخطى. لا. حدود اخلاق. لا. طيب. يا هاني. اديني الناس اللي بتمتحن. طيب. انت الحين بالذات. ممكن تبقى منغماتي. تعيش ومنه وتعضي. ممكن. ممكن تبقى ملحناتي. تعمل كم لحنه بتاعه. وانت آآ خريج. بس ما تكملش. انما الا الموهوب يعيش. عارب يعيش ازاي? حتى لو مات جسدا. اغاني بتفضل موجودة. ايه. انا حتاك انا ملحن على ذكره. انا ملحن. وانا وانا قدمت نفس اللي انا ملحن. ولا قلت حاجة عن انت الحين. انا مطرق. بس انا ملحن خالص. انا عجمت عليها جدا. انا ملحن خالص على فكرة. وبعدين انا لو ما عملتش. ليه بس يا سياد. وبعدين لا. لو انا عملت اللي احناها مش مش حلوة. لما كلمك الدكتور. قالك. والاغنية دي دفعت فلوس ولا خدت فلوس. اه. غربت مني اجابة. ليه? مادية. انتوا اتفعتوا ازاي انتوا لتين. نرجع بس الاول نقطة بس انخلصها. اللي لا خالص خالص امتلا اتاكلم. ما فيش حاجة ليه ما كاملش لو في حاجة. اتجيحلك بس النقطة اللي انا. انا لو انا ما عملتش من اللي انت بتقولوو. انت هم اتفعتوا. انا عندي ابني خد تلتك. انا عندي ابني خد تلتك. انا انا دي حاجة يعني اتدرني. ما انا كان كابا نتمل النقابة في الاول او الاخر دي حاجة. انا رقم اتنين. انا ما قدمتش نفس الله ملاحن. ازاي تقبل ان دا تاريخك دا كله. اللي هو ستين سنة ملاحن. رسمي. خلاص. تقبل ازاي تقعد مع النازي. قلتولهم الساكتوا على الحق شيطان اخرص. وان عمر محبول شيطان. الناز هي ايه يا استاذة وان انا انا مش مشارع جاي. الناز ننزمالها مش فاهم. طب ما الناز بارتو عايز اتحبر. ما تعيش يا اخي. ما تعيش في اي حاجة. يعني نزمالها مش فاهم يعني. هي اللي. يا فندم اتدعارة لي يا شعبة. ادعارة ايه يا استاذ حلمي بس. ما انا بكلم الدكتور. خليجي انتخرج الموضوع. طب حسن محمد عايز بس. اسم محمد عايز بس ادفع نفسك حاجة. لا لا. لا ملاش. ادفع بس ادفع نفسك حاجة بس محمد بايز نفسك. هراجانات بسوئين التكاتج والجزارين. هما دول بس المهنة اللي اللي بتاع ما فيه ناس جزارين محترمين. وفيه سواء التكتو غالبان اول مرة بنا رزقه بيجيب تكتوك تاني. انما بنقلش من مهنة المال. طيب الناس قعد عايزة تنتظر قصة والطفلة اللي غنت اغنى الالقاقة. ملحة. البنت غنت. انا الاول انا بقعد اسمعها الحاجات دي كلها. بنتي مقاميا. الجديد بقى اللي انا عايز اقوله. طفي. يمسك قفلة تطريبية. ويقولها حلم. انا حضرتك عارفهم الجمهور. نقول الاسمع. لا لا لا. اللي بدوسوا الزرار بتاع الكرسي. مش الضربة دي. الكرسي بيلف ده شغلك. فبيلف. محدش منهم اللف. انا بطرح سؤال. ليه ما لفتوش انتو تلاتة رغم ان البنت كانت فوق الروعة. احب اقولكو حاجة. البنت قالت. ولكن زي ما قلت لحضرتك. ما خارج الالفاظ تتكون من تكوين العضلات اللي هنا. فالبنت في ما اخرج اللفظ كانت اقل من وجود الناحية السنية. ولكن المقامية انا زويلت من السن ده بيقوله المقام ده. زبحت زبح الشاه. وتقلبت الصحافة والاعلام. ورغم من نص الاعلام اللي كان بتكلم بتكلم تابع للاعلام الاهل. ودي الفضيحة. عشان كده اللي بيطلعوا. بيبقوا تابع للي بيسمعوا. بنت انت طلعت بتقولك انا شخصين بيعجبوني ما عارفش عايش هلا بيهم. الاعلام هو اللي عمل كده. طيب انت شافت دولة تعمل ايه يا استاذ سحي. لا الدولة. ما وتلغت حفلات الموسيقى بعد يوم الجمعة. لا حييت شؤون لما بدأت تحط للانجازات اغاني لها قيمة. لحنا وشخصا وكلاما محبيت المرحلة فرحت بها. الى ان نخل بمرحلة اللي عنده اغنية يجيبها. في كده اللي يزعل ما يزعل. جينا الازاعة. في يوم من الايام صباح بتغني اغنية. وانا اعب اسمع. فلترفض. صباح تترفض. تتجنين. ومش هي بس. وغيرها. وحقولك مثلا في بليخ. ايه التقرير اللي بكتب لازم تكتب فيه تقرير سري. فكتبت في التقرير. عندما جاءت الى السينيو. عارف يعني ايه السينيو? السينيو اللي هو بتعاد في الغنوة. ها? السينيو اللي هو بتعاد في الغنوة. الجملة السينيو. ايه ما انا فاهم. وهي بتعدي السينيو غيرت الملاحن مخايف يقول له. كان ملاحن جديد. فجاءت اشتاكت لرئيس الازاعة. فاهمي عمر. وسمعنا. اما بتعقول الله بالصحة. والاخر قال لي تعالى يا سيدي ست صباح بتشتكي منك. قلت له فيه? قالك اكاس. قلت له الله. وعموما اهي. قلت له مش هرض عليها. فاهم سيك. قال له حياتي. قلت له لا لا. الاغنية مجازة من بكر. بس احب اقولك حاجة. تحب الناس تقول لما رجعت للجومة القاسية غيرت المقام لانها مش فاهمة اللحن. قلت له لا. قلت له ام اللي قلت اردت ليه? ملحن كبير ليه اغنية. التشكيل غلط. التشكيل غلط. فقلت تعال. والتشكيل كان اشتكاني وقال ايه ميد ده وهو كبير. فجبنا الاغنية. عمل ايه? دخل كلم المهندس بسرعة. المهندس ساعدوا في الجريمة. فرحوا جايبيني الشريط. فرح عايد الجزئية اللي فات تشكيل الغلط. وجيش طب في امتقنا ازاي? واحنا بنسمع. رئيس الازاع قاعد. وهنا قاعد ولك بتظل ماط. بدور شريط الليدر لاغدر. في القديم خد وقت. اللي هو قبل الصوت. الليدر لاغدر هنا يدوب حط الشريط بيلب فرح تدخل الاغنية. من هنا عارفت ان الاغنية تلعب فيها. فتقول له يحال المهندس الى التحييط. خصام الاربع تيام. لم طلع وجبنا شريط الهندسة اللي ما بيتمسح لانا الجريمة فيها. انا طلعه من كده. عايز تقول ايه? عايز اقول ان الرقيب على نفسه البني ادم. بس عندما لا يجد الصفة ولا الحجم ولا الكيان ان هو رقيب على نفسه هناك من يوجهه. اقول له اوه هي انت غلطت. انا بخش المدرسة باخد بالكريوس وانا طف. ولا بتعلم. بتعلم. مين بيعلمني المدرس. اين المدرس بيتضرب في الفصل. طب ليه? ازاي تضرب. ازاي اللوحة اللي بيسموها الالكترونية اتحط عليها رقاصة والغنى من اياه في المدرسة. وده طب اترفضوا ليه الولاد مدام ده شغال صح. صبورة زكية. الله. مدام شغال صح. اترفضوا. اترفضوا من المدرسة الايه? ازا. وتحط عليها مهرجان. جوانا كيان الصح. ولكن لا نجعل ولادنا يروحوا للخطأ وهيبقى هو قاعدة. الغنى مش معناه طرفيق. الغنى ارتقاء بالزوق. ارتقاء بالزوق. ايه اللي خلى الارتقاء بالزوق؟ مخارج اللارزة عندهم كل سوما. رسالتك يا عمر. اه رسالتي ان المهرجان بقى لهم موجود واحنا عايزين طبعا ما نقولش فيه الفاظ مش كويسة خالص. ونرتقب الالفاظ اللي فيه. عشان هو خلاص بقى موجود. ولو احنا معرفناش ان يحتويه او معرفناش. قصدك اصبح حقيقة واقع. اه طبعا خلاص لو احنا نعمق عليه كنترول. اه هنلاقي كل واحد عايز اقول كلمة مش كويس. هيقولها بقى ويرمى عن نت. فاحنا لو احنا قناناه وحطناه تحت شعبة. اه هيتغنى بشكل كويس. لان هو اللي بيغنيه ده عايز اشتغل في راعى ربنا في الكلام اللي هو بيقوله. يعني رأيك لو جرى تقنينه. طبعا. اه هيبقى حاجة كويس. لان هو عايز اشتغل. ومش هيبقى فيه كلمات خارجة. لا مش هيبقى فيه كلمات خارجة هيحاسب هيخافي توقف من الشغل. نقدر نوصل اللي صيغة بوسط. لا وسطية بدي لأ. يعني انه هما لو جرت تقنين الفاظ الكلمات بقت تراعي الاداب العامة. حلو انا كلمت هاني بدا. طلعوا يا هاني تقييم. كل الولاد اللي بيسمها رجانات. يخشوا. وتبدأ تفلتر. احنا عمل لها في الازاعة. في يوم الايام كان فيه مطرب يكبروا. ولكن جيه على الوقت عايز يغني. وفيه اسماء حلوة منه. وفي التقييم شرناه. ازني ده غريب. ليه? انت عملت رصيد جميل جدا. ما تضيعوش في لحظة. سيب الناس تعيش بذكرات. بيقنتك بحجمك وقت مثلها. فبعض المطربين اتشالوا وترفعوا. اعمل تقييم وما تسميش مهرجانات دي. خلكوا عايشين فيها انت حرين. ولكن كل من يريد ان يتقدم الغناء من هؤلاء. يخش والصوت الجيد يدخل ويحاسب. او عتد كارنيا عدو عامل. لان القانون يقولك العدو المنتسب لا يعمل. عارف ليه? لانه ممكن يكون عدوه في مهنة عدوة. ولكن النقابة المهانية ما تجمعش بين كارنيهين. اديك تصريح. ليه نقابة السينمائيين والممثلين؟ بل محمد لك التصريح بيبقى ايه? قل ليه خلي عدو نقابة يتكلم من الاعظام اجدارة. طب ليه الناس بيحدوا يسمع محمد رمضان لو انت شايفه? لان العين. العين هي اللي بتشوف. اه يعني بيحضروا مقاتل. هو الهيرو بتاع الناس. الهيرو. تشكول الناس. بطل الناس. الله. مش فيه ناس بتشكي. وفيه ناس معاه. ام. عافيكو انا ملحن السوداني شاكر لحنة على فكرة. ام. وغنى حاجة من الالحانة على فكرة. طب ده كلام حلو. ام. نعم. ام. هو لحن. هل انت بتشكي في الزهاني شاكر مثلا او. هو لحن اغنية لو السوداني شاكر. مستاني شاكر اكيد عنده عنده قدرة يقول ان ده حلحن كويس او جملة كويسة او مش كويسة او مش كويسة. طب تعالى سألاتكم سؤال تاني. عبوهاب لو كان عايش النهاردة كان هيسمع الشباب دول? مش عايز اضرب مثل. لان انا انا حضره شخصيا مع. سمع ابوهاب. لا 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 معلش. يعني عبوهاب لو كان الله هو رأي الدبلوماسي. يقول لك انا عارف ده حيدرب بطوبة. اخليه يضرب بها نفسه. اش ضربنا نبيها. موانا زي ما انا قاعد دلوقت. انا عمر ستين سنة اللي انا قضيتهم دول. ممكن اتبعطر في ثواني وانا قاعد. خلاص. ده لا يعني اني طالما طلع مني قدام ربنا كلمة الحق. لو بعد كم سنة. ممكن حتك تغير رأيك فيها اولا المطرب. لا بالعمل ان شاء الله بكرة هيعمل شيء. هبقى في صفه. هبقى في صفه. اه. انه ما يامش بعد كم سنة. لا. وهو اي حد. طب حقول لك انا ضربت مثل با مطرب كان هنا اه رمي محمد. وقلت اسمه احمد الجراح. الجراح. والد غنى بقول لك رضا ايه? ده محراوي. ده قلت لك ده معجزة. خلاص. ليه انا بتكلم عنهم? هما بعرفهم واللي بقعد معهم? لان الناس زمن نجاح الاغنية بقى صعب. هتعمل احلى اغنية الاجمل مطرب عندك مش هتنجح. ولكن الاغنية توقيت. عايزة الان. في نهاية لقائي باشكر ضيف الكريم اللي شرفنا النهاردة. استاذ حلم باكر. له كل التقدير. القامة والقيمة. وانا شرفته بوجوده النهاردة. شكرا. اختلفنا اتناقشنا. لكن ده طبيعة شغل لنتنا. كل سنة وانت طيب. باشكر ضيفي العزيز. وربنا وفقه. ويكون يستفد من الحلقة دي. عمر كمال. شكرا لك يا عمر. شكرا جزيلا لك يا حبيبي. حلقة دي انتهت معكم. شوفكم على خير ان شاء الله الخميس القادم. سلام عليكم.